في البداية مهم جدا نعرف احنا كنا فين وإيه المشاكل اللي كانت عندنا اللي بعد كده الدولة المصرية اشتغلت عليها من خلال استراتيجية محكمة ودقيقة بالتأكيد احنا يعني التاريخ النضالة العمالة يعني ممتد من سنوات طويلة ويمكن مصر بتحتفل بعيد العمال بقى لهمية سنة تقريبا وده ما بيجيش وليد لحظة لا بل عكس بل كانت جهود كبيرة جدا لناس سبقونا وادروا خلال المرحلة اللي فاتت انه هم يسطروا تاريخ من النور لمسألة العمل النقابي او العمل العمالي في مصر دي نمرة واحدة وانا امكان شفت الفقرة اللي قابلة اللي هي كتخاصة بالخال عبد الرحمن الأبنودي وانا بشكركم عليها جدا لان ده التاريخ الحقيقي لعمال مصر ان الناس دي تعبت وشئيت كتير لبناء هذه الدولة واللي بيحصل دلوقتي هو استمرار للتاريخ السابق يعني انا بعتبر اللي حصل في السرد العالي كان بداية من البدايات الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة المصرية ويمكن بناء الجمهورية الجديدة اللي بيتم دلوقتي ده استكمال لما راحل سابقة مش والدة النهاردة يعني عمال مصر على مدار سنوات طويلة بالفعل يعني كان دايما بيتكلموا على مسألة لليهم حقوق ومكتسبات ويمكن الفترة دي بالفعل يعني فيه توجه لدى الدولة المصرية ان لابد ان احنا نقف مع العامل ونسند العامل النهاردة ما تشوفيش حد النهاردة مثلا واقف يقول انا ما قبطش مرتبي سياسة الدولة ان كل العمال بالنسبة للمرتبات لازم يجي اول الشهر ياخد مرتبه كنا في فترات طويلة يوم خمسة ويوم سبعة ويوم تسعة في الشهر تلاقي يقولك لا انا ما قبطش مرتبي لا في السياسة دلوقتي مسألة الاجور لو جينا بقى لو كلمنا بقى عن الاجور بشكل عام خلال السنوات اللي فاتت يعني كان وصر كان فيها يعني نظام اجور من اسوأ الانظمة اللي موجودة في العالم كنت تلاقي كل فئة لها نظام اجور مختلفة عن التاني كنت تلاقي تروح مصلحة حكومية لقى اللي في الضور الثامن لهم نظام اجور ولي في التاسع لهم نظام اجور مختلف كانت تحديد الاجور كان بيبقى على قوة العمال دول يقدروا يعملوا مشاكل لا اديهم دول طيبين لا ما تدهمش لكن من 2014 لغاية النهاردة ابتدى نظام الاجور يتغير في مصر وابتدى يبقى فيه حد ادنى للاجور بيتطور بشكل طبيعي ومنتظم مع تطور الاسعار اللي موجودة الحاجة التانية النهاردة لما تيجي تحسب الحد الادنى للاجور تطور 8 مرات من 2017 لغاية النهاردة وصل الى 6000 جنيه انا بعتبر ان ده تطور مهم جدا ده بالاضافة كمان للحوافز المالية او المنح اللي بتصرف للعمال خلال المرحلة اللي فاتت